أكد وزير الأوقاف وسامة الأزهري أن مصر لديها رؤية مقترحة لدور الإعلام في تجديد الخطاب الديني وخلال كلمته في افتتاح الدورة السابعة لأعضاء دول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي أضاف الأزهري أن تلك الرؤية مكونة من الارتباط العميق بالأصل الذي هو الشريعة ومقاصدها والاتصال الواسع بالعصر لرصد تحدياتي وحسن الربط بين الأصل والعصر والإعلام له دور كبير ومحوري في هذا الإطار شدد وزير الأوقاف على أن هذه الدورة جاءت بعد لقاءات واجتماعات وتواصل الفعال بشأن الترتيب والإعداد لهذا الملتقى ولهذه الدورة التدريبية لإخراجها في أليق صورة مع تقديم محتوى علمي وتدريبي رفيع وعميق المستوى